وأنا بشوف أن كمان باترس بومل مدرب كوديفور احترم المنتخب المصري جدا احترم محمد صلاح جدا احترم إمكانياتنا لدرجة الخوف يعني أنا حسيت في بعض الأحيان أن هما خايفين هما بيلعبوش بإمكانياتهم هما حسين أن هما حيتضربوا بأي لحظة مش هو ده منتخب الكوديفور اللعب قدام الجزار لأن أنت أكبرته على احترامك من أول عشر دقائق لما ضغطت عليه عالي وحسسته أن أنت ممكن أن أنت تسجل عليه ورجع كل ده لكرة عمر مرموش اللي في شرط الأولاني اللي خبطت في العرضة دي زلزلة منتخب الكوديفور منتخب مصري بشكل عام كمجموع النهاردة عملوا أداء رائع جدا طيب المدافع أنت تكلم على كونان النهاردة كونان عمل مباراة عظيمة جدا طيب من حاجاتي المهمة جدا لنا دي إيه بقى دي الهيتماب بتاعت كونان بتوضح لك أنه هو التاني كان بتاعت محمد صلاح لكن دي بتاعت كونان أنا عايزة تشوف أن أغلبية الخريط الحرارة بتاعته الخضرة دي هو المساحات الأكثر تواجدا فيها دايما هو راضد الور دايما هو موجود في المساحات الخلفية ده أصلا في كل المباراة اللي فاتت هو موجود في النص التاني ده كل المباراة التانية لما بصنا على مطش الجزائر مثلا لا لا مطش الجزائر هو طاير مطش سيرليون هو طاير هما بيلعبوا بتمانية زقين تمانية قدام النهاردة ما أكنش عندك خدر أنه هو يعمل كده صح فدي نقطة مهمة جدا عايز سألك على مطش المغرب يتعامل معه إزاي مطش المغرب احترام لمنتخب المغرب يعني فيه تفاصيل بسيطة متعملش كرات ثابتة على منطقة 18 حاول تتفادق كرات ثابتة على قد ما تقدر أشرف حكيمي لعيب مفتاح عظيم في ناحية الهجومية وصغرة كبيرة في ناحية الدفاعية ممكن تلعب عليه حارس المرمى حارس كبير ياسين بونو حارس كبير حارس مرمى شغلية قبل ما تروح ليسين ولكن قبل ما تروح ليسين لما تقول يعني عشان بس أنا هقولك معلش أنا أحب أشرف حكيم بس الصغرة كبيرة يعني هو مش صغرة كبيرة هو في النهاية الباكرايب بتاع بريس ان جرمال بس أنا عايزك تشرح طيب إنه حكيمي إزاي متقلق في طريقة لعب وطريقة لعبة تانية لأ طيب يا ممكن تفاين إحنا بنقلل منه لأنه واحد من أهم لعبية الباكي يمين ولكن أهمية لعب الباكي يمين هو عملية البالانس إن أنا بلعب 50% دفاع 50% هجوم أشرف حكيمي أفضل ظاهير أيمن لما بيلعب في طريقة الثلاثة مدافعين ويلعب هو في الرايت وينج باك يبقى هو أقرب للجناح أو بيخش كمان يبقى رايت فورورد عشان كده ما نجحش مع مين مع زين الدين زيدان ومع ريال مدريد وكهرفخال كان هو الأساسي عليه لما انتقل لإنتر ميلان لعب مع طريقة كونتي في الثلاثة أربعة ثلاثة كان من أهم العناصر ممكن نلعب من خلفه ونستفيد وإن شاء الله الأسبوع الجاي نحتفل معبراته